نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة سورة الإخلاص ألف مرة كذلك سورة الفلق ألف مرة عمائة مرة وجعلها وردا يوميا يا أخوان الأذكار يتقيد بالوارد في عددها وفي صيغها وفي أوقاتها تقيد بالوارد ما نجيب عدد من عندنا ليس عليه دليل ما نجيب ذكر في وقت خاص من غير دليل لازم من دليل من الشرع لأن الذكر عبادة وعبادات توقيفية كان أناس في أهدي ابن مسعود رضي الله عنه مجتمعين في مسجد كوبة كومين حصى عندهم وآهد يقول سبحوا مئة ثم يعدون بالحصى مئة هللوا مئة كبروا مئة وقف عليهم وقالوا ما هذا الذي تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن نجفر الله يعني أنتم أحسن من الرسول إما أنكم أهدى من رسول الله أو أنكم مفتتقوا باب ضلالة مفتتقوا باب ضلالة فأنفر عليهم رضي الله عنه هذا العمل لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكره تحديد عدد للذكر يحتاج إلى دليل وقت للذكر يحتاج إلى دليل أنا نجي بشيء من عندنا والعبادات توقيفية في صيغها وفي أوقاتها وفي ألفاظها توقيفية نعم يقول يقول والله ألف مرة منين ماذا دليل على هذا يقول يقول اقرأ كذا عشرين مرة ماذا دليل لازم ندليل نعم ترجمة نانسي قنقر